عودة ثانية نستكمل فيها مناقشة سيدامنتي روك وبالذات نحن نتحدث في الكلاستيك سيدامنتي روك الوال كلاستيك طيب او احنا كنا استعرضنا ولسه ما اسمناش الحاكم فحنبتدي نتكلم في المرحلة الثانية اللي هو عن الديجنسي الديجنسي اللي هي العوامل اللي بتتم من ارتفاع درجة حرارة وضغط حتى درجة 200 يعني يقل من درجة 200 ما بعد المتين درجة بنقول عليها ميتامورفزي لما اي تغييرات بتتم من درجة الحرارة العادية الى 200 سنتجريب درجة الحرارة العادية الديجنسي اللي هي الديجنسي اللي هي الديجنسي اللي هي عوامل ما بعد الترصيب اللي بتأثر على الديجنسي ويبقى فيه عندنا الديجنسي اللي هي وفيه عندنا الديجنسي اللي هي الديجنسي اللي هي اللي هي عند السيربس سيدمينتاشن حتى الشرب يوريو يعني قريبة جدا من السطح بينما الديجنسي اللي هي اللي هي ها ما هي يقيقة ما تتضمن مجموعة من الديجنسي عن الكمبتشن طيبا كلنا تعرفين ان السيدمينت لا يوجد رواسق اخر مملا ولا نحتاج اي مملك مجرد نبحث عن ترصيب لطبقات اخرى فهذا الديجنسي اللي هو تفعل تأثير متضحة على الطبقات التي تحتاجها في حيث بحسبةünkية مكتوب هنا لذا يحصل على التسجيل من الموجودين وكيف يحصل على عملية الكلمة لذا كانوا نتيجة القرصة هذه النتيجة كلمة الجثة وكاننا قد قلناها تشطي عملية تسجيل وهذا كانت نتيجة القرصة لذلك هناك حلقة رئيسة سيبد البرسبان يعني نتيجة السياس يتضح الدرس ومن يحصل عملية جثة والسدامتش يتم أكثر من الهاتف يتمي بالكارسيوم كاربونيت ويتمي بالايرون اوكسايد يحدث عملية فيلنج للبولس بيس بالسمن او هناك شيء اخرى يقول عليها الريكريستاليزيشن الانستابل كريستال فابريك تتحول الى مورستابل فهذا يحدث عملية مينولوجية انتطوراً ويحدث عملية مينولوجية او عملية الديسيليوشن الجانين نفسها بنتيجة الاختبار الاسد الذي يخش ويحدث عملية ديسيليوشن فحجم الاثنين ديسيليوشن داخل الليكويد او الاسد ويقوم بيسيبلينا ريزيديو او تكون نيو مينيرال او عملية الريبلاسمنت انتو خطوها في السنة اولى والامثلة اللي لها عندنا اللي هو الريبلاسمنت ممكن يحصل له عملية اللي هو الريبلاسمنت ويتكون بعد ذلك الظلميت اللي هو الريبلاسمنت بالمجنزيم ليس الريبلاسمنت بالضلميت لا الريبلاسمنت ويتحول الريبلاسمنت اللي هو الريبلاسمنت اللي هو الريبلاسمنت ان تحول الشجر العادي الى شجر صغري لازم نسأل لنفسينا بعض الاسئال وهذا السؤال قدامكم واضحة لماذا الريبلاسمنت لماذا الريبلاسمنت لحلقة بسيطة انا لا اردتها لكم ولكن لا اردتها لكم لا اردتها لكم في الأول حتى سألت عليها ان هناك بعض الصخور في ذات الكلاستيك سيكون لأول البروستيو برمابيلتي طبعا لو حصل لها كومباكشن وحصل لها سيمنتيشن يكون البروستيو برمابيلتي حتى تقل العكس صحيح ان كلاستيك ممكن العملية الاولية الترصيب يكون لدي البروستيو برمابيلتي قليلا نتيجة كومباكشن يمكن ان يكون لدي عملية فراكشور ويحصل لدي عملية والعكس صحيح ان البروستيو برمابيلتي يقول لك البروستيو برمابيلتي يقول لك اكسب لي الكلاستيك كما شرحنا يبقى نيجاتيب وكلاستيك كما قلنا يبقى بوزيو خلاص خلصنا مدى جانس والمحاضرة الانترودكشن اللي احنا قدمناها على الكلاستيك روك والدرافة منين فنبدأ نقسم السيديمتروك نفسها إلى جزئين كبار الكلاستيك والنكلاستيك اللابتونس كلاستيك وهو السيليسيليكات والبورتانيو سيليكات او الاتوكتونس اللي هو النانكلاستيك زي البيوجينيك بايو كيميكال او كيميكال يبقى احنا خلاص من أول الكلاستيك بوضوح كلاستيك حتى قلنا هنا تعتمد التسمية على الجرين وهنا هو تعتمد على الكمبونت او الكمبوزيشن ودينا أمثلة لها الكلاستيك ساعتها والذي فوقه والذي تحته يبقى السلتون غير ما يتحول للصخرة والتوكتونس اللي هو زي ال الليمستون زي الفوسفيت زي الكول يبقى الكراستيكال سيتقسم لك لفور كاتاجوري هم اثنين كاتاجوري أساساً لكننا نقول فور سب كاتاجوري الكلاستيكال زي السيلي كلاستيك او زي زي كلاستيكال السيلي كلاستيكال اللي هو ابي كلاستيكال اللي هو عبارة عن جلومرت بريشيس اندسون والتسمية اللي اخذناها بتعتمد على أكبر من اثنين ملي ومن اثنين ملي لحد واحد على سبتاشر وننزل على واحد اثنين من ثلاثين فيما خلاص الفور كلاستيكال اللي هي عبارة عن البراتمند الدرايفد اللي هي جاية لنا من الفوركانيك اكتابتي يعني لازم يكون عنده بولكانو عندنا ويطلع منه فوركانيك ايشيز وطلعت عنه المجمل اللي تضع وتحولت إلى قطع من السخور المتنصرة هذه السخور المتنصرة بيقول عليها فوركانو كلاستيكال من الفوركانيك اكتابتي such as الفوركانيك ايش عند الأجلوموريت يبقى خلاص ما نعرف كم تأجلوموريت أو الفوركانيك ايش باديات جاية من الفوركانو ونقول عليها فوركانو تلاستيكال وهذا في النوع الأولاني اللي هو اللوكتونس عندنا نخش على اللوكتونس سيبقى عندي البيوجينك والبيوكيمكال والبيوجينك والبيوكيمكال خلاص فوسفيت السائلي الكول الأول شير أنواع معينة التشيرت اللوكتونس اللوكتونس والبيوجينك والبيوكيمكال اللوكتونس الكيميكال الشيء ابوبوريت هي فقط ابوبوريت الائرنسطون اللوكتونس اللوكتونس بلوكتون السيلي كلاستيك سيدامن كونغرومرات بريشا سندسطون ومطسطون كلها تعتمد على التأسيمة بلوكتون 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 هذه مجموعة من الروكتون قلناها كونغرومرات تتكون من فراجمن 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 سنقولها فلسطولية جينا من نفس المكان اللي هي جب السورس نفسه يا إما جينا من مكان آخر والسورس بريد عن هذا المكان دي بيبقى لها اسم و دي بيبقى لها اسم هي تعتمد على أنها جينا يبري اجسسنك سيدامنت الروكتون او اجنياس روكتون او ميتامورفك روكتون واحد يقول لي يا دكتور محضرتك قلت لنا ما كانش فيه سيدامنت قبل كده فعلا ما كانش فيه سيدامنت كان فيه اجنيس والاجنيس يتحول لسيدامنت والسيدامنت مهلا من الممكن أن يصبح روكتون اوبليفتون و يكون دي نفس الاشتر طيب هو如果 السيدامنت الممكن أن يكون الارتفاع على فتحر الصاد مع السيدامنت والسيدامنت ال affili zitten و لكن gas پولوا система نسبche اجاز addition يا أَيْ إ هذه اجنياس روكتون ام السيدامنت يتكون في مراحل سابق يجينا بسطة الطيار الكارن الكارن ممكن يكون ووتر وممكن يكون وين ممكن الووتر ووينت ممكن الووتر ووينت وممكن الووتر ووينت الجلاسة ما درسناها كان منها التل والتل تتحول الى التليت لو انتم فاكرين يجينا بوسيلة ناقل عامة درسناها في المراحل السابقة ودرسناها باستفادة كمان لذلك كان اياما ما قبل الحظ الكمبونت برضو درسنا الكمبونت لو انتم فاكرين درسناها فين عشان طالب سأقول لك ما خدناهش حاجة اخدتوها في احد المحاضرات بتاعة الانلاين اما كنا نتكلم عن التكشور وكنا نقول ان السيد من عندنا يتكون من جرين وماتريكس وسيمينت ووتوينت بينرس اللي برسيبتاتي افضر دي بوزيشن حسنا التكشور ممكن ان تكون روك فراجمت قطعة من الصفر لا نعرف ان نحددها فنقول عليها روك فراجمت عرفنا نحددها نقول كوارتر عرفنا نحددها نقول بريت فلتبار نقول مايكا نقول كليل نقول هبيمينر نقول كاربونيت فسفيت ميكرا يبقى التكشور مش شرط تكون كوارتر هذا ممكن تكون روك فراجمت لا أنا تكون روك فراجمت انا سأقول عليها كوارتر انا سأقول عليها فلتبار انا سأقول عليها ميكا مايكا الي لا أعرفه البداية مادة اللحمة مثل sen الكاركريا هناك تساثن بمادة الكاربونيت او فريجنوس ساندستوني لأنني لا أعرف نوع الفريجنس لأنني أعرف نوع الأيرن الموجود وممكن أن أقول هيمونايت وممكن أن أقول ماجلطايت على حسب اللون لأنني لا أعرف نوع الفريجنس يبقى هذا الكمبونات السيليسيليكات سيدمين الروك فراجمت ماذا؟ ماذا لا يوجد من المنطقة التي ترصبها وهذا سأقول عليها إنتراكراست 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 أو إنتراكراست من العملية من العملية وعملية الروك داخل المنطقة التي تأتي منها أما هناك نوع تاني من المنطقة تانية مثل يمكن أن أعرف نوع مثل دروبستون قطعة من الصخ نطقة وقعت من مكان عالي لما كان في بحيرة جنبنا هنا فأنتظر أن الصخرة ليست من الصخور المترصب فيها الوسطة التي توجد فيها فأنا أقول عليها أكثر أو أكثر من الصخور المترصب من بعيد أثناء نتيجة نتيجة وقعت من المنطقة فأنا قمنا بتكسزة توفضت وقعت من الصخور المترصب أنصال üzere كما يقدر انتهتها من الجزء الأول والذي احنا يدوب خدنا لمحة سريعة على الكلاسيفيكيشن خدنا لمحة سريعة على الضيجنسيز وبقول لمحة سريعة لان احنا اتقالت عملية الكلاسيفيكيشن في فترة سابقة ما قبل الحظر ان شاء الله والى لقاء في محاضرة اخرى